هياكم الله معنا من جديد وإن شاء الله يكون لا يزال صباحكم عسل ويومكم كله عسل بعسل وضيفي عسل بعسل صراحة بحواره بمعلوماته بأسلوبه بكل تفاصيل أنا استمتع لما يكون هو ضيفي داخل السيديو بنسولف عن العسل ومشتقات العسل وفوائد العسل ولوين بنوصل ما أدري ويا أنا أحبه لأن حواري مع دائما يكون ارتجالي ما ألتزم وايد بالنص ضيفي هو سالم العومي النحال الكويت ياهلا ومرحبا فيك سعر المبارك ياهلا ومرحبا فيك الله يحفظك ومارك فيك سلمك الله يسلم ويعافيك نحن اليوم في المقدمة كنا نسولف عن بداية ارتفاع درجات الحرارة ونلاحظ ساعات أن في موسم الصيف قد نرى ارتفع طبعا الأسعار كلها بازدياد العسل لا موسم معين يكون فيه ندرة نوعا ما أو بأصناف معينة العسل هل يتأثر فعلا بارتفاع الدرجات الحرارة في الكويت وما يؤدي الى ارتفاع سعارة أحيانا أول شيء في البداية نشكركم على هذه الاستضافة هذا ندل اهتمامكم بالنحالين بالكويت واهتمامكم في توعية الناس في أكل العسل اليوم العسل والنحل والنحال والكويت كلنا نتأثر في ارتفاع درجات الحرارة طبعا تخزين العسل في درجات حرارة مرتفعة تتلف العسل يصير خلاص غير صالح الاستهلاك الآدمي خلاص إذا العسل إذا العسل مو النحل إذا العسل تعرض للحرارة خلاص يخترب العسل بما يكون صالح الاستهلاك خلاص أعط عليه X خلاص أما بما يخص النحل النحل بالصيف مع الأسف بالكويت يموت اليوم نحن نتكلم بالصيف درجة حرارة داشين بعد يوم يومين داشين جار ستة وشار سبعة راح تصير درجة حرارة بالظل خمسين وفوق بالظل فشنو تتوقع من هذا المخلوق الصغير اللي وزنه لا يتعدى حتى اللي هو جزء ملي قرام يعني ممكن العشر نحلات يا الله يا الله تي واحد قرام شنو تتوقع منه هل يقدر يعيش؟ أبدا ما يعيش نهائيا حتى كان في محاولات كثيرة من النحالين بالكويت أنهما وأنا من ضمن النحالين حاولنا أن نحن نخلي النحل يعدي الصيف ويدش معنا موسم السدر ما قدرنا أغلب المحاولات فشلت حتى وصلت معنا المرحلة والإبداع أن نحن نحط تكيف محميات محميات تكيف ولكن النحل ما فرح ما فرح ليش؟ لأنه فيه أمر جوهري في هذا الموضوع اليوم لما نقول لن نربي الدواجن مثل الدياي ولا لن نربي الأرانب ولا لن نربي الحيوانات اللي نقدر نحطها في قفص نقدر نحطها في هذه البيئة النحل من الحيوانات أو من الحشرات المفوضة أنه يطير تسرح صح ما تحكرها ما أحكرها لهذا السبب ما نجح معنا الموضوع بالكويت أنزين هذا سبب من أسباب ارتفاع بعض نوعيات العسل دعنا نقوله غير أنزين يعني الفضول وإنت تسولف العسل أنواع لما يموت المناحل اللي تموت أو النحل يموت بالصيف أو تقل أعداده يصير نادر جدا هل هذا يؤدي إلى أن نكون بحاجة إلى استيراد مناحل أو نحل مع نهاية موسم الصيف صح استوردون صح نحن كل سنة بالكويت نستورد النحل من برى الكويت نيبه بطيارات طيارات مبردة تخيل بأن هذا مكلف أن أنت تيب نحل بطيارات خاصة مبردة من دولة إلى دولة وبعد ما تيبه بالكويت تسوي الأمور الخاصة في الجمارك والتخليص وبعدين يتوزع تسوي الأمر والخطة اللوجستيك في مناطق الكويت ومناحل الكويت هذا كلها مكلف حلو التكلفة هذه بالنهاية تعود إلى إرتفاع سعر العسل هذا أكيد نحن أود أن ننزل الأسعار ولكن اليوم هذا الأمر يفرض علينا من الأسعار لأنها تراكمية أكيد أنا عندي دايما أقول 25 في 4 وأقول 5 في 100 ما هذا؟ ما هذا؟ من يربح أكثر؟ النحال اللي يبيع الكيلو بخمززانير أم اللي يبيع الكيلو بani 25 دينار المفروض 25 يربح أكثر المفروض أنا أقول لك اللي يبيع الكيلو بخمززانير هو يربح أكثر شلو هذاef السئلة؟ أنا أقول لك اليوم تربية النحل في أوروبا النحال ما يموت عند النحل صح ويستمر عنده وعنده أكثر من موسم عكس الكويت عندنا موسم السدر وموسم الربيع قليل نص الخلية الوحدة بالكويت تطلع لنا بحد أقصى أربعة كيلو في أوروبا تطلع لك أمية كيلو تطلع لك أكثر من أمية كيلو فاليوم أقول لك أقل سعر طبعا هو أكثر من شي إذا قلت لك يبيع سعر الكيلو بخمس زانير وأنتج أمية كيلو فهو بايع بخمسمائة دينار بالمقارنة أي صح فاليوم أنت لما تقول السعر الكويتي بخمسة وعشرين دينار وطلع أربعة كيلو وطلع أمية دينار بالضبط والنحل رح يموت ورح يضطرون يشتري نحل يديد فاليوم المقارنة شوف لتلاحل مو به الطريقة هذا مو به الطريقة هذا نزيل شيء بشيء وذكر دعم تستوردون تقريبا سنويا مناحل ونحل هل نحل يفرق مثل ما أنه على شنو النحل يتغذى هم يفرق العسل صح طبعا النحل سلالات صح أنواع وشكال هل عندنا السلالات اللي هي القادرة أن تشفل كوي اليوم هناك أغلب السلالات في السلالات الأفريقية وفي السلالات الأوروبية نحن بمناحلنا نحاول كثر ما نقدر نيبل السلالات الأوروبية لأن السلالات الأوروبية هادية وغير مؤذية لأن أغلب مناحلنا نحن اليوم بالكويت نحطها في البيوت صح أو في المزارعة تكون هم قريبة يعني بالضبط فاليوم نحل الهادي يجمع عسل أقل النحل الشرس يجمع عسل أكثر هي بالكثرة أم بالجودة أو النوعية بالاثنين بالأثنين بالأثنين نحاول نسوي فورميلة نوازن فيها الأمور كلها إذا فضول يدفعني ليش دائما يتم التسويق للعسل إن هذا عسل صدر هذا عسل متغذي على كذا ولا يسوق من خلال نوع أو صنف النحلة نفسها واضح في طريقتين مثل ما تفضلت أما يسمونه على الموسم بالمثل عسل خريف أو عسل الربيع أو يسمونه على النوع الزهرة هذا طبعا في ناس أقول لك أصحاب المدرسة الفلانية في أصحاب المدرسة الفلانية في بعضهم يقولون شذيه وفي بعضهم يقولون شذيه تمام ما بيأسئلك قد يكون هذا سؤال تقليدك لا شيء صار متداول وايد شون يعرف أن العسل الأصلي عن المؤصلي مو هذا اللي بيسولف ما شاء الله تبارك الرحمن أصبحت وحتى أن حاليا في الكويت ويعني ما عليك زود أنت كذلك مبدع في موضوع أصناف وأشكال وتفنتك في العسل اسمع عسل صدر عسل مسميات وايد ويقال أن لكل عسل من هذه الأعسال لا فوقت صحية تختلف هذا عسر هضم هذا حك كذا شون أنا أعرف صار النحال كأنه صيدلاني ترى هو مو عسل وخلاص يعني هدك من المقشوشة بيتكلم عن الجودة العالية أنا ودي بس أتطرق على جزية المقشوش في البداية اليوم عندنا انطباع منتشر عنده ثقافة عند المستهلك بأن العسل المتبلور هو عسل مقشوش يعني هذه ودينا نحط نقطة ونأكد عليه ونحط حتى أكثر من خط اليوم في ثقافة عند الناس مع الأسف إذا شاف العسل متبلور يعتقد أنه هو مقشوش سكر وهذا الكلام غير صحيح بل بالعكس العسل إذا خليتها عندك وخليتها عندك وما تبلور أيني المشكلة فأحب أن نأكد عن طريق قناتكم الكريمة بأن العسل المتبلور هو العسل الأصلي وأكله وهو متبلور ألا تصرف فيه تأكله وهو متبلور وانت متطم من أمية بالأمية أحب أأكدها لإخواننا المشاهدين بأن هذا الموضوع مسوي هاجس فح لأن اليوم معلومة متداولة واحد ما علي لأنه ليس كل قاعد توصل للمعلومة هذه لأن اليوم فيه نوعين من النوع بيع العسل فيه العسل التجاري وفيه العسل الطبيعي اللي قاعد ينتجونه النحالي الكويتيين شباب يعني أهل الكويت هذا هو اللي قاعد لما ننتج العسل المحلي الشباب النحاليين مقاعد يساويون فيه ولا شيء مثل ما هم من خلية النحل يصفي لكيام من الشوائب ويعبي لكيام العبوة ويبيع لكيام بالطريقة هذه هذا العسل الطبيعي النقي الخام لازم يتبلور حلو بعدها سواء بسبوع بعدها بسبوعين بعد ثلاثة بعد شهر طبعا فيه عوامل الجو طبعا نحن تبارك الرحمن بيوتنا باردة جدا فبسرعة البرودة تأثر على تبلور العسل فبس كانت ودينا أقول الجزئية هذه ايه اما اما الأنواع واستخداماتها المختلفة ايه اطني من اطني انا خلنت أكلم من الأجود الأجود الأنواع طبعا اليوم احنا بالكويت او بالوطن العربي ما رح تكلم عن الجود رح تكلم عن الرغبة ايه يحبون العسل الغامجة ريحتها قوية الطعم يعني اليوم السدر بالنسبة لهم وهو التوب الموديل فحي لما تعطيه عسل خفيف يقولك شون هذا يعني يعني عشمرها ايه يعني 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 العفو بس يقولك مثل الزيت زيتون ايه يعني ليس نقصا في زيت الزيتون ولكن انه يكون خفيف ما يحبونه وموط يحبون العسل الثقيل والريحتها قوية هذا انطباع يعني توارثنا يعني بين الاجياء نفذل العود شذين نفذل العود اما بخص اللي هو الشغلة اللي انت تكلمتها اللي هو الصيدلاني مع الاسف في ناس قاموا يخبطون شلون النحال نحال ايه الدكتور دكتور والصيدلاني صيدلاني حلو ما يصير دمج بينهم ايه يعني اليوم انا بعد خبرتي 12 سنة في تربية النحل ما زلت ما أعطي نصايح علاجية ما تعطي ما أعطي الشخص اللي تدامك يمكن يعطيك المعلومة تكون ناكسة ولازم يفحص ولازم يتابع مع دكتور ولازم يعرف شنو حالة التشخيصية بالكامل مو اختصاصكم مو اختصاصي احنا نقول له نكلم بالدكتور شوف النوع العسل اللي يقول لك ياه تعال عندي ان شاء الله بإذن الله رح نوفر لك العسل بإذن الله تعالى انزين انا اتفعل الفضول هنا شوية نحنا نسمع ان هذا صدر ورد ربيعي او هذا عسل كذا هذا كذا انتو شو نتعرفون صح صح النحال شو نعرف ان هذه الخلية متغذية على صدر وهذه متغذية شو نتعرف صح هو عن شغلتين اي اما الموسم يعني مثال كموسم اي اذا قلنا احنا مثلا من شهر تسعة الى شهر نوفمبر هذا بالكويت موسم الصدر او اذا خذيت النحل وحطيتهم في مكان في نوع من انواع الزهور مثلا رحت مزرعة انت في العبدالي وفي هذه المزرعة عندك الاف الامتار من البرسيم اي وحطيت النحل ووسط البرسيم فخلاص انت مصوغر ان هذا عسل برسيم طبعا بعدها لازم انت تاخذ العسل هذا من واجبات النحال اي انه هو يسوي ياخذ العسل هذا يروح يسوي فحص ويأكد يأكد نوعية النحل عفوا نوعية العسل لان انت النحل بالنهاية هو النحل حر ينطلق وين ما راح النحل يروح ينطلق الى مسافة ثلاثة كيلو وثلاثة كيلو مسافة ما هي يعني بسيطة صح ما هي بسيطة فالنحل ممكن يروح هنا ويتغذى على هنا ويتغذى على هنا فلازم النحل يسوي بأن هذه هي نوعية العسل اللي راح يبيحها ممتاز كذلك يدفعني الفضول ان النحال ينفيه الكويت بشكل عام وانواع العسل بشملها التجاري والمحترف بسمي المحترف تمام اذا ابي شيء محترف لازم اقصد المحل لازم اقصد النحال لازم اقصد هذا سؤال شدي ما اشوف منتجاتكم موجودة متوفرة بالاسواق الجمعيات التعاوني دائما اشوف الاشياء الاستهلاكية اللي موجودة باستمرار او قد تكون مصادرها اوروبية انا احس انه ناقصكم شيء والله يبتع الجرح ناقصكم شيء يبتع الجرح للامانة لما يكون العمل عمل نحال وما يكون عمل لمستوى تجاري الانتاج يكون قليل ما يكفيك ان انت توزعه في كل الجمعيات وما يكفيك ان انت تحطه في كل الارفوف الانتاج عندنا محدود لانه انتاج طبيعي مئة بالمئة لذلك الكميات تكون محدودة هذا واحد اثنين اليوم احنا كنحالين مو تجار ولا قاعد نشتغل في عمل تجاري عميق اليوم اذا احنا بن بحب بالضبط اذا بندش في العملية هذه وان كان اذا قلنا مثلا بنحط حبتين في كل جمعية يحتاج وراها تكاليف وموظفين وكذا يعني بعيدة كل البعد عن مستوى النحال اللي هو ان يدشها بالعملية التجارية انا ماخرينها محبة وحب واضح هذا واضح من اي باب خصوصا شخصك الكريم انت حاب هاوي عندك شخص في الموضوع والدليل ان انت مكرس وقت لحبيب الاطفال في هذا المنتج او العسل بشكل عام مو ان تعالك العسل شوفه حل وغير الا انت عندك حب انه وساعة صدر انك تعلمهم تعالوا شوفه والنحلة وتعالوا وتلبس صحيح كيف سر هذا النشاط صحيح لا علاقة بطفولتك ما ادري تجربة شخصية شنو والله للامانة جائحة كورونا علمتنا واية شغلات الله يبعدنا عنها الجائحة وما يعيدها يا رب جائحة كورونا شوفنا الويل من اولياء الامور عيالهم ما ياكلون عسل عيالهم ما ياكلون عسل نهائيا وتعرف قبل لا ينزل التطعيم كان في خوف على الاطفال من الاباء والامات فكان البديل اللي هو اكل الصحي واهمهم وافضلهم كان العسل فاليوم احنا لما شفنا هذا الخوف والتمسنا هذا الخوف وكنا نقولهم يا جماعة ليش ما قلتوا تاكلوا العسل من البداية ليش صار الاهتمام في العسل اليوم بعد الجائحة الاهتمام في العسل لازم يكون طول السنة يكون لايف ستايل اليوم نمط حياة ان انت تاكل عسل يوميا في ناس يقعد الصبح لازم ياخذ اللي هو القهوة نستبرسه بالعافية وحط يما عسل يا جماعة لازم ندخل هذا النمط فاليوم الاطفال قصة الاطفال احنا اليوم في شركتنا عندنا مسؤولية اجتماعية ايه انا كان حال عندي مسؤولية اجتماعية باننا احنا نحبب الاطفال في هذا الامر عشان نساعد اولياء الامور ونسهل الموضوع هذا فتقريبا اخر ستة شهور استضفنا وانا رحت او سواء يوم عندنا المناحل لا يقل عن الفين او ثلثة الاف طفل سواء كانوا مدارس نوادي معاهد عوائل يد مع عياله مع احفاده نستقبلهم بالمنحل كل هذا مجاني ونوريهم العملية من الالف الى الياء طبعا هذا في مواسم معينة في مواسم بعد الفرز على اساس يكون عندنا الجو الجميل تقريبا يكون شهر اثنعش الى شهر ثلاثة فتحناها للجميع على هطاري هم باخذ بشي على عجالة في ناس ودهة بس يا الام والابو يخافون او اليهال يخافون او هم يخافون عيالهم نبي نطمنهم ابدا ما في خوف نهائيا احنا ناخذها بمراحل الكورس مالنا يقعدون تقريبا معنا ساعتين ثلاث ساعات خلال الكورس هذا يعني ناخذها بخطوات بسيطة الى ان يطمن قلبه فما عنده مشكلة بعدها يدش المنحل واللبس اللبس بعد ما يطمن حتى نشيل اللبس ويمسك النحل من غير هذا النحل قدامك الحين اخلي الطفل اللي عمره ثلاث سنين يمسك النحل من غير لبس تخيل طفل صغير يدوب يقدر يشيل اخليه يشيل النحل من غير نفس لاننا احنا اليوم متضمنين بان جودة نحلنا يعني جودة جدا عالية وجدا غالية على اساس الامان حق اصحاب البيوت والجيران ممتاز ضيفي سالم العومي اماتا انا اقول انا صريح من الضيوف اللي احب حاورهم لان اخذ راحتي معاهم احفظك وانت ثري في معلوماتك لذلك بستغل الفرصة قبل لا ينتهي الوقت وقلنا في كلامنا ان النحال مو صيدلاني لكن عنده علم ممكن يحتفظ فيه النفسه او يبر فيه اقرب الاقرباء ما يعطيه العلن لكن بستفيد مني للأسف احنا لا نلجأي لمنتجات العسل الا اذا ما رضمه ضعفنه يعني مو باستمرار بشكل يومي الروحلة فالمنتجات في العسل صارت اشكال والوان بعضها طبيعي بعضها حيانا مصنع يديش فيه تكوينات دوية حتى دول كحة فيه دول معروف مشهور لو العسل قد يكون نادر حيانا وجودة توفرة اليوم بشكل عام اشتنصح من اشياء اساسيات نتكلمان ديش بالعمق اشتنصح فيه بعض الامور خلينا نقول حين فيه موسم فلونزا تقريبا هذا الموسم الحين مو اي عسل اخمه من هذا و اقول اخذه اشتنصح فيه هذا الجانب طبعا من هذا الجانب من هذا الباب طبعا انا جايما خاش لك لغم انا بس اخر لا لا ما في شك بان العسل المحلي هو افضل شيء المحلي المحلي يعني بقول بصريح العبار عسل الكويتي ليش؟ لان اليوم العسل الكويتي يحتوي على جميع الحبوب اللقاح اللي موجودة بالمحيط اللي احنا فيه نعم اليوم لما تغير الجو لما صار الغبار الناس مو بس فلونزا حتى تحوشها الحساسية حساسية الموسمية حساسية الموسمية فانت اليوم لما تاخذ العسل الكويتي على سبيل المثال عسل السدر الكويتي تاكل من هذا العسل تقل عندك اعراض الحساسية والانفلونزا ومناعتك استجابتك للمرض تكون اقوى صح فانا دايما انصحهم بالعسل المحلي ان ما توفر عليك بالمستورد ممتاز نوصل الى العلاجات في موضوع هذا بين فترة والثانية ظهر يطفع السطح بالاسعات النحل وقلت لي رقم خرافي انا عندي قنبلة في هذا الموضوع رقم خرافي قلت لي في موضوع الاسعات النحل والاسعار اللي وصلت هل السعر هذا العلاقة بنوع الاسعى ونوع النحلة ما ادري اليوم مثل ما تتعرفون بان اللي هو النحلة تعطينا ست منتجات اوكي العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات وشمع النحل والعكبر البروبلس ايه وكذلك تعطينا اللي هو سم النحل سم النحل سم النحل وصل سعر الكيلو الآن في هذا الشهر في هذه السنة كم تتوقع اللي ينبع شذي ايه لا لا سعر كيلو يمعينه ايه كيلو كيلو النحل نحل وصل سعر للكيلو من سم النحل البودر وصل صعر 13 ألف دينار في قويتي تخيل هذا يعني شلون هذا يعتبر كدوة تخيل هذا يأخذونه طبعا يأخذونه من النحل 13 ألف 13 ألف دينار كويتي مو دولار أكد كيلو سم النحل وصل 13 ألف دينار كويتي تخيل لماذا 13 ألف طبعا يوصل أكثر يوصل يوصل أكثر وفيه أقل طبعا هي أنواع وشكال طبعا اليوم سم النحل يعتبر من أهم المواد اللي يتم وضحها في اللي هو الأدوية فيأخذونه الشركات الأدوية الكبيرة يحطونها في علاجاتهم لأن له تأثير جبار على الإنسان آه مو للأفراد العاديين يعني لا لا يأخذونه الشركات يأخذونه الشركات وبعدين الشركات يخففونه بطريقة معينة ويضيفونه إلى العلاجات والأدوية اللي عندهم ويقدمونه إلى المستهلك في الصيدليات خيلنا نوصل أكد لك الرقم والرقم أنا لأنا كنت أبيب كيلو فلما عرمت السعر رجعت قايا لا نستطيع أن ننتجه هنا محليا صعب صعب اليوم صعب جدا نحن يدوب نسلم على العسل يعني يدوب نسلم على العسل وهذا الشيء يخليني أتطرق إلى موضوع أننا نحن أريد أن نزيد الزراع في الكويت ونزيد اعتمادنا على النحل على الأمن الداخلي داخل الكويت نزين على عجالة بشكل سريع العلاج بالأسعات النحل لازم مختص لازم مختص لازم شخص مختص في لسع النحل في كل شيء كل شيء واحد مختص نزين على عجالة بشكل سريع قلنا أمراض قلنا أمور معينة صار دارج عند الكثير من الناس بضعف معين ضعف جنسي أصبحوا يستخدمون ما راح أحط المنتج بعض هذه المنتجات اللي مشتقة من العسل نعم هل هذه مفيدة طبية صح طبيعية فعلا ولا شنو نصائحك والله هذه المنتجات دايما يتم سحبها من السوق يصير عليها لقط لأنها هي نسبة بسيطة عسل وباجي شغلات مو عسل ما ودي أقول أعشاب أعشاب وغير الأعشاب غير معلومة تعطيق طاقة جنسية جبارة في وقت قصير هذه عليها ألف علامة استفعام الأهم من أنك تلتزم الأهم من أنك تلتزم بشكل يومي يعني هذه الشغلات يومي لازم لازم مو قفشة عسل لازم لأن هذا اليوم لايف ستايل هذه الشغلات الأمانة عليها ألف خط أحمر مزعجة بشكل مطبيعي تسبب صداع فمو طبيعية مي بالمية حتى لو كتب عليها هاني أو استخلاص أبداً 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 أنا شاكر لك الله يحفظك واستمتعت وايد وياك ودي الوقت طول بس ترى من زمان متين وقت أنا ساحب وياك على عجالة دون أي سؤال شتح بالضيف ودنا أن الناس يهتمون في الزراعة بشكل كبير يزرعون السدر في بيوتهم يقلون لهم المظلات وهالأماء يعني على الأقل يا جماعة بكل بيت يزرعون سدر واحدة هذه الشغلة الشغلة الثانية أسبوع طاف كان اللي هو اليوم العالمي للنحل أهمية النحل مسؤولة عن أكثر من 80% من تلقيح النباتات حول العالم نحل مهم اليوم عندنا سواء شركتي أو الشركات الموجودة بالكويت قدم خدمة مجانية لأي شخص عنده حديقة خارجية يحط مناحل في بيته مجاناً وينتج العسل من بيته ويأخذ العسل مجاناً من بيته نسمى من الإنتاج فأحنا يا جماعة ليش ما نسوي الخدمة هذه ليش ما نروح ونحط نتصل على الشركات هذه ونحط على أساس نساعد البيئة ونقوي مناعتنا بعسل من إنتاج حديقة بيتنا نحال سالم عومي من الأسماء المميزة جداً وأنا فخور فيه وأستسمحك نختم هذا اللقاء ولا أريد أن نسول فتاة بالفاصل نطلع وياكم من خلية إلى خلية نحل أخرى بوزارة الداخلية مشكورين على الجهود المبذولة بستريم مع زميل أحمد الفرحان وأنا أعود وإياكم ودير بالكم من هذا السؤال أعطيك العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة